السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أم إلياس للتعليم مرحبا بكم معكم فيديو جديد خاص بمادة اللغة العربية في مقرر رحاب اللغة العربية لسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي النص هو النص تطبيقي المتواجد بصفحة 62 محبة الناس إذن إن شاء الله سنقوم بدراسة النص وقراءتي قراءة جيدة من أجل مساعدتكم على فهمه وعلى قراءتي قراءة جيدة وسأقوم بعد ذلك بالإجابة على الأسئلة لكن قبل البدء لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وتجعي بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إذن على بركة الله لنبدأ ألا وسع أبواب أرواحكم كي لا يظل أحد خارج فإن رأيتم أعمى وكنتم مبصرين فاعلموا أنكم عميان مثله ما لم تعيروه من بصركم بصرا فما دامت طريقه مظلمة فطريقكم مظلمة لأن طريقه وطريقكم واحدة وإذا لقيتم مقعدة يحتاج أن تساعدوه وكانت لكم قوة تسابق الريحة فاعلموا أنكم مقعدون مثله ما لم تعطوه من سرعتكم جناحة لأن محجتكم ومحجته واحدة ولن تدركوا محجتكم حتى يدرك محجته المعنى هنا بالمحجة هو المقصد والغاية يسرني أن تنبدوا البغض فلا تبغضوا أحدا من الناس وإذا كان لابد لكم من البغض فابغضوا كل ما في الناس من ضعف وإتم لا تبغضوا الشرير بل الشر فابغضوا لأنكم إذا أبغضتم الشرير أصبحتم أشرارا مثله أما إذا أبغضتم الشر فإنكم تقتلونه وتهتدون إلى الخير لا تكرهوا الظالم بل الظلم كرهوا لأنكم إذا كرهتموا الظالم كنتم ظالمين مثله وإن أحببتموه عرفتم العدل ورددتم الظالم إليه ولا تهربوا من الجاهل وهربوا من الجاهل لأنكم عندما تهربون من الجاهل لا تهربون إلا من أنفسكم أما هربكم من الجاهل فهو اقتراب من المعرفة وقبل أن تطلبوا واعظين بالحق فاتشوا عن رجل يحيى حياة الحق فما نصر الحق إلا أنتم وقبل أن تطلبوا من يرسم لكم الجمال بالكلام والألوان طلبوا رجلا يرسم الجمال بأعماله من يوم إلى يوم نحن في حاجة إلى مثال جميل أكثر من حاجتنا إلى رسوم جميلة إني رأيت الناس كالأظهار الشائكة إن أنت جئتها مغتصبا أدمتك وإن جئتها كالنحلة حاملا إليها سلام الله ومحبة رفيقاتها وأخواتها فتحت لك قلوبها وأعطتك كل ما فيها من حلاوة ما أجمل أن يسود عطر المحبة الإنسانية جمعاء فاحملوا معي سلام الله ومحبة الناس للناس إذن نص لمخائل نعيمة زادوا المعاد إذن نص جميل جدا مليء بمجموعة من المعاني الجيدة التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في حياته إذن على بركة الله لنبدأ بالإجابة على الأسئلة إذن بنسبة السؤال الأول ابحث أو ابحتي في النص عن أضضاد الكلمات الآتية الكلمة الأولى البغض، الظلم، القبح، الضعف، الجهل إذن البغض المحبة والعشق ضدها المحبة والعشق الظلم ضده العدل والمساوات الظلم ضده العدل والمساوات القبح ضده الجمال الضعف ضده القوة الجهل ضده العلم والمعرفة نسبة السؤال الثاني بماذا يأمر الكاتب في الفقرة الأولى؟ إذن الجواب يأمر الكاتب في الفقرة الأولى هنا أعتدد الكاتب في الفقرة الثانية بل في الفقرة الأولى بمساعدة الناس بعضهم بعضا ومحبتهم والتضامن معهم؟ هذا إجابة السؤال الثاني يأمر الكاتب بمساعدة الناس بعضهم بعضا ومحبتهم والتضامن معهم بالنسبة السؤال الثالث لماذا يدعون الكاتب إلى بغض الشر للشرير؟ إذن السؤال الثالث الإجابة يدعون الكاتب إلى بغض الشر للشرير لأننا ببغض الشر سنقضي عليه أي سنقضي على الشر وسينير الخير طريقنا لأننا ببغض الشر سنقضي عليه وسينير الخير طريقنا السؤال الرابح لماذا في نظرك يحطنا النص على الهروب من الجهل والاقتراب من المعرفة؟ الجواب يحطنا النص على الهروب من الجهل والاقتراب من المعرفة لأن الجهل عواقبه كارتية عكس المعرفة التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور لأن الجهل عواقبه كارتية عكس المعرفة التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور إذن رابعا أو خامسا شرحي أو اشرح في فقرة مركزة قول الكاتب لا تطلب من يرسم لكم الجمال بالكلام بل اطلبوا رجلا يرسم الجمال بأعماله يعني من هذه الجملة ما هي الاستفادة التي استفدنا لا تطلب من يرسم لكم الجمال بالكلام بل اطلبوا رجلا يرسم الجمال بأعماله المقصود هو يعني نحن أو الإنسان بحاجة إلى ترجمة أقوالنا إلى أفعال لأن الفعل أكثر تأثيرا من القول باللسان أو ممكن كذلك أن أقول الأفعال هي التي تبرز فعل الشيء أما القول فيبقى فقط قولا باللسان أي يعني الفعل أحسن من القول لأن الفعل هي الأفعال التي تترجم ما نقوله بألسلتنا إذن بالنسبة لأسئلة التطبيق أشكل أو أشكلي من قول الكاتب إني رأيت الناس كالأظهار إلى نهاية النص إذن لمن لم يقرأ النص معي أعيد الفيديو من البداية وسيتم يعني فقد تم قراءة الفقرة الأخيرة وتم شكلها بعناية تامة بالنسبة للسؤال الثاني استخرج أو استخرجي من الفقرة الأولى ما يأتي فاعلا جاء ضميرا مفعولا به جاء صريحا إذن لنذهب إلى الفقرة الأولى إذن ألا وسعوا أبواب أرواحكم كي لا يضل أحد خارجا إذن وسعوا وسعوا الفاعل ضمير وسعوا أبواب أرواحكم كي لا يضل أحد خارجا فإن رأيتم أعمى وكنتم مبصرين رأيتم كذلك فاعلا الميم جاء ضميرا وكنتم مبصرين فاعلموا كذلك اعلموا الواو الجماعة هنا كذلك جاءت فاعلا ضميرا فاعلموا أنكم عميان مثله ما لم تعيروه من بصركم بصر تعيروه إذن هذه هي الكلمات التي جاء الفاعل ضميرا إذن الفاعل ضمير وسعوا رأيتم اعلموا تعيروه وبالنسبة المفعول به الصريح وسعوا أبوابه أبوابه مفعول به صريح فإن رأيتم أعمى رأيتم أنتم أعمى مفعول به صريح بالنسبة السؤال الثالث عين أو عيني الفاعل والمفعول به في الجملتين الآتيتين اكرهوا الظلمة أعطتك كل ما فيها من حلاوة إذن اكرهوا الظلمة واو الجماعة الواو جاءت ضميرا متصل أعطتك كل ما فيها من حلاوة الفاعل هنا أعطتك هي إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أعطتك هي بالنسبة المفعول به أعطتك يعني الكاف ضمير متصل المفعول به الثاني كل أعطتك كل يعني المفعول به الأول هو الكاف والمفعول به الثاني هي كل بالنسبة للفاعل بالنسبة اكرهوا الظلمة جاء الفاعل هنا ضمير متصل وبنسبة له جاء الفاعل الفاعل ضمير تقديره هي بالنسبة المفعول به الأول الكاف جاءت على شكل ضمير متصل وانفعيل به الثاني كل إذن بالنسبة لتتيمة التمارين سأتيمها في فيديو آخر إن شاء الله إذن أتمنى أن ينالي الفيديو إعجابكم لا تنسوا تجيع بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء